السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم دائرين أخوتي لاباس انتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي يمين دائما وابدا مع المشروع للخروب المعلومات على الخروب دائما وابدا كيف نقول ان شاء الله كيفاش نجنيو الثمار ديال الخروب نجنيو الخروب ولا نقضفو الثمار ديال الخروب باش ما نسبووش في كارثة لديك شجرة هذيك لان المعلومات اللي غادي نقولها مؤكدة هنا دائما كان نقول للناس اللي هم غدا يدخلو عندنا جداد القانات دائما وابدا مرحبا بكم ديروا ابني سكرايب الاشتراك يعني واحد الاعجاب اللايك دقونا الجرس باش دائما الى كين الجديد يوصلكم ان شاء الله الى كين شي فيسبوك عندكم حطونا هذ الفيديو عندكم نتمنى لكم الخير نتمنى وقاع الناس تستفد دائما وابدا ميكن نشوفوا الفيديويات وباقيين شي اسئلة حطو الرقم ديال واتساب في القناة كان واجبكم دائما وابدا بكم العادة انتمنى الخير للجميع ان شاء الله كي قلنا الخروب الثمار ديال الخروب كتنضج في شهر سبعة النهاية ديال شهر سبعة خصونا هنايا نضبطه رأسنا مزيان كيفاش نتعاملو مع الجني الخروب يما نقطفوها باللي دي متعنا يما نخليوها تكحالوتي بس تبقى تحراصها المهم واحد طريقة خصنا نديروها باش ما تأثرش على الخروب على الشجرة يعني يعني كما كيديرو مثلا دول اوروبية بحل اسبان بحل بورتغال بحل الطريان كيجنيوها بالطريقة ديال الالة ولا كيجنيوها بالطريقة اليدوية بالليد انت حوم غيب اللاتي ولا كيخليوها بطيح او من بعد كيجيو يجمعو ذاك الحصد يعني هنا كينشي ناس كيستعملوا واحد طريقة الجني الخروب كيستعملوا الطريقة بحل كيجنيو الزيتون كي يضربوا بالقسبة يعني باغانين يضربوا بها الخروب باشتيح الثمار هنا هذي خاطيرة هذ 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 المعاملة اللي كان عاملوا بها نضربوا بالقسبة باشتيح الثمار عرف بينا ما كتولي سيلبية للغاية على الخروب عشنو غيوقع الى جنينا الثمار ديرنا ديال الخروب بالقسبة الضرب الثجرابة شي تيح هنا قاعدك الضرابي اللي كان ضربوا في نمجة الضربة اللي عود ديالها كي يمرض وإلا مرض كلات الضربة بزاف العامل اللي غدي جيع لها أو العامين اللي غدي جيع على ذيك الثمار ما غديش تولد لأنك تكون كلات الضربة بزاف ما غديش تعطي الثمار ما تولدش أرضو البال يعني نجنيو الخروب ديالنا نقدفو بالليد ولا نحليوها الطيح حتى تيب السطيح ونجمعوها أما الضرب بالقسبة عرف بينما العامل اللي غدي جيعها أو العامل اللي غدي جيع من بعد ما غديش تولد لأن كلات الضربة كتكون مريضة العود ديالها يمرض ما يولدش هذي طريقة تجريبة مئة في المئة وقعت عود وقعت وعطات هذ السيلبية أرضو البال جنيو المحصول ديالكم يداويا خليو القسبة ترانكيل ما تضربوش لأنه غدي تمرضش لا ما غديش تعطي العام أو العامين الجاية ما تعطيبو الثمار هذا هو اللي بغيت نقول لكم أتمنى لكم الخير إن شاء الله سفتوا الأصدقاء وصديقات استفدوا قهن الناس أتمنى لكم الخير ومرحبا بكم دائما وأبدا ومع السلامة